لقطات اللي شفناها دي ولأن احنا طبعا العمل التلفزيوني بيخليك دايما بتدقق في الصورة فالصور هنا بتقول جهد كبير عمل فكر من التحالف الوطني الشعار بتاعهم اللي فيه كله آيات دي ممتدة لبعضهم البعض ده كان ايه والفكرة ازاي وصلت لهذه الليلة اللي احنا شفناها ليلة الخير الكبيرة اللي كانت موجودة منذ ساعات في الاستاد خلينا كده ندقق في المشاهد وفي الصور ونعرف وكمان حضراتكم كمواطنين تعرفوا انه عندكم دولة وعندكم مؤسسات وعندكم شباب وافكار بيحبوا بس ان هما يخدموا البلد دي ويطبطبوا على اهلها لانه كلنا في الاخر دايرة واحدة واهل واحد خلينا نرحب ضيفي اللي حيكون معايا في هذه المحاور الاستاذ محمد سيف الناصر مدير المكاتب التنفيذية بمجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي مساء الخير يا فندي مساء النور يا فندي واضح طبعا العيون الحمراء دي بتقول انه جهد كبير جدا وما كانش فيه نوم فترة طويلة بس الحمد لله كان مجهود فعلا شوك لكن الفرحة اللي النهاردة كانت موجودة على ارض استاد القاهرة وشكر الرئيس اللي هنا والدولة كلها النهاردة احساسها بالمجتمع المدني بالدور العظيم اللي بتقوم به في مساندة الدولة المصرية ده خلنا اي مجهودة او اي تعب لأحنا عندنا استعداد ان احنا نشتغل بالبكرة تاني في مبادرات تانية عشان خاطر اهلنا اللي محتاجين مننا كتير اكيد اهلكوا هنشغلكوا كتير لانه انتوا عامين شغلة حلوة قوي طيب خلينا نرجع كده ونسأل الاسئلة للموطن حيحب يعرفها مين هو التحالف الوطني التحالف الوطني هو 34 جماعية ومؤسسة اهلية داخل مصر التحالف الوطني هو تم انشاؤه عندما اطلق السيد الرئيس في عام 22 ان هو عام المجتمع المدني هنا جت لحظة كانت لحظة بالنسبة لنا لحظة تاريخية عندما انشاء التحالف الوطني لضم اكبر الكيانات مش بس الكيانات الكبيرة كمؤسسات وجماعية اهلية كل كيان من المؤسسات دي بيتعامل مع العديد من الجماعيات القاعدية هي شريكة لي وخلينا اقول لحضرتك في البداية ان احنا مدينين بالشكر للسيد الرئيس على اطلاقه ان عام 22 هو عام المجتمع المدني ودي كانت لحظة فارقة في تاريخ المجتمع المدني المصري ومصر بتمتلك مجتمع مدني قوي وطني عنده كثير اللي يقدر يقدمه للبلد طيب هنا وانتم يعني مع بداية ان انتو بقالكم فترة اولا الازمة العالمية خلت الواحد انه مصر تفكر ازاي نقدر نقف كلنا جنب بعض لانه كلنا في نفس الازمة يعني فلو احنا بنفكر كده فممكن كل مؤسسة تقول ايه انا عندي موظفيني انزل بيهم لانتو فكرتوا في العمل التطوعي كمان ودي فكرة تانية ايضا نبيلة في هذه المبادرة خليني اقول لحضورك فندم ان احنا دخلنا التحالف الوطني كلنا كمؤسسات احنا كان عندنا هدف واحد هو ان احنا نوحد شغلنا لصالح المواطن نوحد كواعد البيانات اللي كانت متضربة ما بين اكتر من جمعية عندي حالة وعندي زميل لي في جمعية تانية حالة ومؤسسة تالت حالة هي هي نفس الحالة في حين انها في حالة تانية هي انا مش قادرة ان انا وصلاها ما عنديش معلومات عنها فمن خلال تواجدنا مع بعض واعدنا وعمل اكتر من اجتماع تشاركي كان فيه يعني مجميع بحثية كان فيه يعني دراسة الحالات بالطبع يا فاندم من كل المؤسسات من كل المؤسسات كل المؤسسات لديها فريق بحثي وفريق من المتطوعين بيقدر النهاردة ينزل ليشتغل وبيقوم بعمل بحث ميداني لكل الحالات دي مش بس كده كمان احنا النهاردة وحدنا قاعدة البيانات بحيث ان انا النهاردة اقدر ان انا اساعد اسرة خلاص مايروحاش نفس مساعدة تاني مش عاوز اقرر نفس المساعدة لنفس الاسرة في حين ان انا في اسرة تانية ممكن انا ماكنش شايفها او الخدمات اللي انا بقدمها ليها ما توصلهاش فمن خلال وجودنا مع بعض ومن خلال توحيد قاعدة البيانات قدرنا كمان ان احنا نعمل عملية حصر وتدقيق لكافة المستحقين انا سعيدة كمان لان يعني هي مش فقط مساعدات ولكن هي اهتمام يعني في بحث بانه في مساعدات غذائية هتروح لأسر وفي بحث في الحالات اللي هو حتى لو عديته المساعدة مش هيقدر يساعد نفسه فدول هتقدموا لهم خدمات تاني زي كبر السن واللي لوحدهم والمرضى وكذلك احنا مش بس احنا شغالين على كده احنا شغالين كمان على توفير فرص عمل احنا شغالين على اعداد برامج تدريبية احنا شغالين على ملف الصحة شغالين على كثير من الملفات اللي احنا شغالين عليها احنا كتحالف من شغال على فكرة المساعدات اللي انا بقدمها للناس ككارتونة في مناسبة والكلام ده لا انا شغال النهاردة في كثير من المبادرات زي مبادرة ازرع والنهاردة بدعم المشروعات الصغيرة وأنا عاوز النهاردة الحالة اللي أنا بقدم لها أو بساعدها النهاردة بكرة هي تقدر أن هي تساعد نفسها بنفسها طبيعي بحيث أن أنا أقدر أقلل الشريحة المستفيدة من الأسر الأكثر احتياج أكيد أنا هستأذن حضرتك في الفاصل وفي الفاصل ده هترح سؤال وناخد الإجابة عليه الحقيقة بعد الفاصل السؤال بيقول عنوان مصر الليلة مع ستين ألف متطوع ده رقم كبير دي أرقام كبيرة جدا أو كمان رقم أكبر مصر تقدم مساعدات لأكثر من أربع مليون مساعدة غذائية ده رقم كبير على فكرة الرقم ده ممكن يساعد دولة كاملة في دول تعدادها تنين مليون وثلاثة مليون فأنت بتساعد بأرقام كبيرة جدا هي دي مصر وهي دي ليلة الخير العمل التطوعي الخير كتف في كتف في ليلة الخير عودوا إلينا بعد فاصل قصير في ليلة الخير يمكن ترحت السؤال ده قبل الفاصل وبسأل عن عمل التطوعي والأرقام الموجودة للشباب هم مش بس الشباب هم الشباب والأسر اللي بيدعموا ولادهم للعمل التطوعي السؤال عن هذه الأعداد الكبيرة يعني اللي وصلت أيضا لهذا التحالف والمؤسسات وأعتقد أنه بعد الليلة حيكون عندكم شباب كمان أكتر وأكتر خلينا أقول لحظاك أنه احنا كل مرة بننزل وبنشترك في قافلة من بداية ما أنشئ التحالف الوطن العمل للأهل التنموي كل مرة بيزيد عدد المتطوعين وبالمناسبة ما عادش المتطوع هو شاب بس لقد احنا باقينا بنشوف أب وأم باقينا بنشوف أطفال صغيرة ده في كافة المؤسسات موجود الأطفال دي وفي كافة المحافظات المصرية موجود أطفال لدى مؤسسات التحالف الوطني النهاردة التطوع الأسرة المصرية كلها بقت بتنتهج هذا الأسلوب بقت شايفة أن النهاردة ابنها أو بنتها بتقدم فعلا خدمة وعمل مفيد هو مش نازل يضيع وقته لا بالعكس ده المتطوع ده هو كمان بيعلمه بيكسبه الكثير من المهارات اللي بتنفعه في حياته بتنفعه في تعليمه كل الكلام ده طبعا كمان عايزة أقول أنتوا بدأتوا أيضا تجوبوا بقى المحافظات وتوصلوا للمحافظات من 12 مارس أعتقد يعني بدأت القوافل الخير زي ما بنقول استقبال الناس كان عامل ازاي؟ استقبال الناس الناس كانت بتشاركنا الناس مش كانت بس جاية عشان تتلقى الكرتونة أو المساعدة أو الكلام ده لا ده الناس الأسر اللي بتشوفنا أنتوا رايحين فين أنتوا جاي احنا عاوزين نيجو معاكو احنا عاوزين نشترك معاكو لأ الناس حبة ده عارف أنا أحساسي إيه يعني أستاذ محمد هي القضية مش قضية الصندوق هي فكرة المبادرة أنه إحنا كلنا في أزمة طب يلا إدينا في إدينا بعض وده على فكرة الشعار اللي انتوا عاملينه بتاعكو بتاع التحيله الشعار اللي احنا عاملينه هو ده عظمة الشعب المصري اللي دايما معدنه الأصيل بيظهر في الأزمات النهاردة الشعب المصري بيدي درس أن احنا كلنا جنب بعض احنا مش هيدخل رمضان علينا أن لو كل واحد فينا فرحان سواء كان محتاج أو مش محتاج كلنا مع بعض كتفي في كتفك ده مكان مش مجرد شعار هو ده فعلا إحنا حتى يمكن يعني دايما فيه موكولة عندنا ما حد بيطلب حاجة من حد يقوله إيه رقابتي فبنسبة لنا لا هو ده طبعاتنا ده كلمة المصرية رقابتي ده كلمة المصرية طيب السورة هنا بتقول حاجة لطيفة جدا وإنتوا عاملينها أنه أنا ما ببقاش عارفة يا ترى دي مؤسسة مين لأن انتوا اعتمدتوا كلكوا يونيفورم زي موحد فبالتالي احنا حاسين أنه فيه حالة عمل حلوة فيه فريق عمل حلو يعني موجود في كل مؤسسة بتشارك وكنتوا يعني بتقبلوا الشباب والشابات شايفة البنات كمية البنات اللي بتشارك وعملوا جد يعني الحقيقة حاجة لطيفة لبنت والولد واقفين والكل بيعمل عمل تطوعي جميل خلينا أقول الحديث يا فندم أن كلنا كمؤسسات وجماعيات أهلية تحت مظلة التحالف الوطني العمل للأهلي احنا كلنا بنشتغل مع بعض ما فيش فرق ما بيننا وما بين حد كلنا بنساعد بعض اللي عنده خدمة ومش موجودة عند التاني بيساعد التاني بيها كلنا احنا جوه بننظم عملنا عشان خاطر يطلع مجهود موحد للمواطن في الآخر خالص أنا عاوز أقدي خدمة كويسة مش عاوز أنزل أنا مش رايح حشان أتصور صورة لا أنا رايح أنا بشتغل أنا عارف قيمة العمل اللي أنا بعمله عارف أن أهلنا الطيبين في مصر يستحقوا مننا الكثير كل الشباب اللي حضرتك شايفاهم في الصور دول كل الشباب دول بيتم تدربهم بقالنا سنين كتير قوي بندربهم على إزاي أنه هو أما يحصل أزمة يواجهها والشباب دول أنا شايفة هنا كمان في الصورة أنه حتى تأفيل السنة دي فيها كرامة لطيفة جدا صندوق مؤمن جدا في مكان بيشتغل يعني المسألة والشباب دي على فكرة متطوعة لهم عمال ولهم عارفين ولا دخلوا مصانع بس أخدوا خبرة بالزبط كده يعني في خبرة رائعة في الصورة لا يعني خليني أقول لها داك الكرتون يا فندم نفسها بتحتوي على يعني الكثير من المواد المفيدة للأسرة اللي الأسرة المصرية محتاجاها اللي بتكفي الأسرة خلال شهر رمضان أسرة مكونة من أربع أو خمس أفراد من أجود وده يكون دايما وده مهم على فكرة ده نسبة لنا مهم جدا معايير اختيار المنتجات احنا كنا بنختار منتجات على أعلى مستوى عشان النهاردة احنا محتاجين نفرح الناس عارف ليه على أعلى مستوى لأنك مقدمها للمصريين طبعا مصريين يأخذوا دايما أهلنا لازم يأخذوا أعلى مستوى بالزبط كده الكلام حلو وليلة الخير كانت جميلة بنشكركم والسؤالي الأخير اللي إجابته أستأذنك تكون في أقل من 10 ثواني هل التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي ده أقدر أقول أن دي بداية خير قادم على مصر أفكار مشروعات أشياء بقى كتير مختلفة التحالف الوطني هو البداية وليس النهاية التحالف الوطني ده بدي المصريين درس أن احنا كلنا نقدر نشتغل مع بعض عندما تتوحد الإراضة صدقيني نقدر نعمل أي حاجة أكيد عارفين أنتوا هتنجحوا ليه بس علشان أنتم طبطبتم على المصريين كتف كتف معهم ومشكرك جدا أستاذ محمد سيف ومشكركم على المجهود وإن شاء الله مكملين معاكم طول الشهر الكريم بإذن الله شكرا لكم شكرا لكم